الآن مشاهدين نستعرض مع حضرتكم المزيد عن معلومات عن قاعدة عين الأسد التي استهدفها الحرس التوري الإيراني فجرة اليوم قاعدة عين الأسد تعد القاعدة هي ثاني أكبر قاعدة أمريكية داخل العراق تقع القاعدة الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق استخدمها تحالف دولي لقتال التنظيم الإرهابي داعش في العراق استولدت أستراليا على القاعدة عقب الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 وفي ذات العام سلمتها أستراليا إلى الجيش الأمريكي في مايو أعاد الجيش الأمريكي القاعدة إلى العراق مرة أخرى ولكن في عام 2011 بعد الانسحاب الأمريكي لها أهميتها نظرا لإحتضانها جنودا وضباطا ومستشارين عسكريين أمريكيين تضم القاعدة مطارا عسكريا مجهزا بمقاتلات ومروحيات على أعلى مستوى يوجد في القاعدة قوة من الدفاعات الجوية وبرج للمراقبة الجوية مجهز بالرادارات في عام 2014 ضمت القاعدة 300 جنديا ومدربا ومستشارا أمريكيا زارها ترامب يوم السادس والعشرين من ديسمبر لعام 2018 للاحتفال بعيد الميلاد مع الجنود والعسكريين إذن مشاهدين كانت ذلك معلومات سريعة عن قاعدة عين الأسد والتي استهدفتها إيران صباح اليوم